موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أحبة الكرام في هذه المداخلة والتي سوف نتحدث فيها بإذن الله تعالى عن المضحك والمبكي في دستور أحمد العرابة الذي باركه الرئيس عبد المجيد تبول وقدمه للجزائريين للاستفتاء عليه في أول نغمبر 2020 الحقيقة أن هناك كثير من المضحكات والمبكيات يعني دستور يأتون به من أجل جمهورية جديدة لوعد بها عبد المجيد تبول عشية انتخابه كرئيس الجمهورية وعد بجمهورية جديدة تتماهى مع بعض الحراك الشعبي مع هبة الجزائريين في 22 في إذري ولكن للأسف الشديد أن هذا الدستور ما هو في المستوى المطلوب من نواحي كثيرة ليس فقط من الجانب الفكري والهوية والإديولوجية وما إلى ذلك هذا شيء آخر عميق وكبير وتحدثنا فيه كثيرا لكن حتى من ناحية الشكل فيه كوارث من المفروض لا تكون فيه الوثيقة الأولى القانونية الأولى في تسيير البلاد إلا إذا كان الناس هذن داروا هذا الدستور فقط لذر الرماد في العيون ما يهمهمش أصلهم مش رح يخدموا بي قلنا أن هذا الدستور تم رفضناه لعدة أسباب لأن هناك ظروف جافيها هذا الدستور أولا السرعة لأنجزوا بيها الرئيس تم من هنا مباشرة دار لجنة عينها هو لجنة هذه طبيعة إديولوجية أو طيف إديولوجي واحد مش متنوعة من كل الأطياف الإديولوجية والفكرية اللي موجودة في المجتمع الجزائري حتى يأتي دستور متنوع يغطي كل الحساسيات الموجودة في الجزائر طيف إديولوجي واحد معروف على اللي يسير على توزهات العرب هذا من ناحية من ناحية أخرى كما ذكرنا من قبل أنه يوم اجتماع أحمد العربة خرج لهم مباشرة بالدستور اللي أعدوا قدموا من قبل أحمد ويحيا فاك المشاورات اللي تم إطلاقها يعني أن نفس الدستور الذي قدموه أحمد ويحيا قدموا للسعيد وبتفلقة ورفضوا أن ذاك لأنه قالوا هذا دستور إذا خرجناه الآن رايحنا ندمروا تطلعاتهم للعهدى الخامسة ومخططات متاعهم في استمرارهم في الحكم أيضا من الكوارث الكبرى أنه لما تم الانتخاب هناك يعني كما نعلم أنه في مطلع ديسمبر بدأت وباء كورونا في الصين وجاءت الظروف وبعد ذلك بدأت مباشرة من الرئيس بدأ يمارس في مهامه انطلقت جائحة كورونا العالمية ليهدت اقتصاد الدول زعزعت العالم غيرت الواقع الدولي غيرت كل شيء أنت في ظل هذه الظروف والدول كما يقولوا تقوقعت على نفسها غلقت حدودها الجزائر غلقت حدودها أودها هناك توجيهات كثيرة للجزائريين بضرورة التباعد الاجتماعي يخذوا بالاحتياطات الصحية بذل هذا الظروف جيب لهم دستور اللي هو مصيري لأنه الدستور هو أعلى وثيقة قانونية في البلاد اللي رايح تسير عليها لبلاد تخرجها في مثل هذه الظروف هاي ونوصلت وصلت الرئيس بحد ذاته مش رح يحضر الانتخاب مش يحضر الاستفتاء هاي وصيب بكورونا رحو في أوروبا نعم هذه هي المصيبة من المفروض كيشات الجائحة من المفروض المشاريع وليت أجل تكون أولوية الجزائر مواجهة هذه الجائحة وتدعيتها وليس تقدم دستور للجزائريين رايح تروح أقلية فوتالي حتى الأغلبية ما تروح اللي مشه مقتنع أصلا بالدستور ومقتنع أمشه مقتنع أصلا بالمصار هذا الجزء اللي أيضا خائف من الوباء أيضا إذا كان أنت تدفع الجزائريين في ظل هذه الظروف الانتخابات والاحتفالات وهذه الأشياء أنت الجمعات موقفهم على أساس أنه الاحتياطات الصحية والكرنفالات جبهة التحرير والأرندي والتجمعات اللي عملها الدستور عادي جدا لا تباعد باجتماعي ولا شيء نشوفه في الصور فيها كوارد لم تأخذ الاحتياطات علاش غير صلاة الجمعة خايف منها رغم أنه المساجد أخذت الاحتياطات وما كانش مؤسسات طبقت الاحتياطات مثل المساجد في الجزائري المهم أيضا كارثة أخرى تم تمريره على برلمان بوتفليقة برلمان الفاسد اللي فجرت فيه الفضائح كم من نائب برلماني سحبوا منه الحصانة كم من نائب برلماني متورط في الفاسد ينتظر دوره للمواضيع للكوارث الفضائح اللي فجرها طليبة حول الرشوة والتي تدفع يعني نسبة كبيرة من البرلمانيين وصلوا عن طريق الشكارة هذا البرلمان الفاسد يمثل منظومة بوتفليقة مجلس الأمة الفاسد يمثل منظومة بوتفليقة هذا هم اللي مصادقوا على الدستور يعني كارثة أين التغيير أين التغيير الذي وعد به الرئيس أيضا نقطة أخرى آليات مناقشة هذا الدستور لم تكن في المستوى المطلوب نزلوه حتى تنزيله لم يوزع والله الناس تبحث عليه في المواقع الأنترنت وصفحات الفيسبوك تشتلقاه ردود و بعد ذلك فتحوا إلى النخب وكذا ترسل مقترحاتها بعد يخرجه فأنا ذاك مكلف بمهمة قبل إقالته محمد العقابي يقول هذه الأشياء لا نأخذ بها ولا نريد قضية الهوية لا نقاش فيها رغم أن أهم موضوع في الدستور هي قضية الهوية لمن المفروض هي اللي تروح الاستفتاء مش الأشياء الأخرى اللي داخلها في إطار تنظيم السلطات وما إلى ذلك إذن هناك كوارك المشكلة إخواني الكرام ليس فقط هذا الموضوع لنأخذ من ناحية الشكل أيضا الروح لناحية الشكل فيها يعني كوارث كبيرة بمعنى الكلمة الروح مثلا للمادة 87 المادة 87 ماذا تقول يشترط في المترشح لرئاس الجمهورية أن يتمتع بالجنسية الجزائية الأصلية فقط في ثبت الجنسية الجزائية الأصلية لأبو الأم لم يتجنس بالجنسية أجنبية يدين بالإسلام نحن نعرف في الجزائر لا تستطيع أن تثبت لا تقدم وثيقة أنها هذا يدين بالإسلام أو دينه الإسلام لا تجد في بطاقة تعريف الديانة ولا في الجواز الصفر ولا تجد وثيقة تستخرج من الإدارات تثبت أن هذا ديانة الإسلام يعني ما الذي يثبت ما الذي يثبت أن هذا مسلم أمر آخر هذا يتناقض مع ادعاءات أحمد العرابة ليقول هذا دستور للمواطنين وليس للمؤمنين أنت أهم منصب في البلد البلد تشترط عليه هذا الرطم آه طبيعي قد يقول بعض بأن الجزائر معروفة دولة مسلمة كلها أنت تقول لدولة مسلمة هناك أيضا مواد أخرى تتحدث عن حرية العبادات لم تحدد تلك المادة أن حرية العبادات موارسة العبادات لغير الجزائريين حتى نقول بأن أغير جزائريين يأتون من الجاليات الأجنبية يعيشوا في البلد من حقهم يمارسوا عباداتهم في إطار ما يحفظ يحفظ قوانين الجمهورية وفي إطار القوانين لا نحن حرية العبادات يعني حتى للجزائريين معنى أنه يوجد من الجزائريين من ليس دينه الإسلام إذن كيف سيثبت هذا الذي سيترشح أنه مسلم يجي أمام اللجنة يقول لا إله إلا الله يعمل تعهد شرافي يقول لا إله إلا الله هنا أيضا يعطي إلى لجنة قبول الترشحات لإقصاء من يحبون يشوفوا واحد قد يكون مقبول شعبيا وقد يكون له يخافوا منه أنه أنه يأثر فيهم ما يقبلولوش ما يقبلولوش الترشح نتعوه لأساس أنه يقولوا له أهات ما يثبت أنك مسلم على كل حال أنه هذا 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 نوع من التخبط اللي يعيش فيه أدو السور رغم أنه شرط الإسلام نحن لنا لا غبار عليه في هذا الموضوع فالدولة الجزائرية دولة دينها الإسلام ودينها الرسمي الإسلام كما ورد هنا نقطة يجب الإشارة إليها في الدباجة في الدباجة وكان أول نظمبر 1954 وبيانه المؤسس نقطة تحول فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس نقطة تتحول كأنه أول نظمبر التاريخ والبيان المؤسس ليس له علاقة البيان المؤسس هو الذي حدد أول نظمبر هو تاريخ اندلاع الثورة معناها عندما تقول من المفروض تقول وكان بيان اندلاع ثورة أو بيان أول نظمبر نقطة تحول هذا أنت قدست البيان وقدست التاريخ الذي اندلعت فيه الثورة لا لماذا تتميز مبيناتها لكن النقطة التي حبيت نهضر عليها واجهت بها مختلف الاعتقال والمكونات الأساسية لهويتها وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية إذن هنا تكلم عن الأمازيغية كعرق وتكلم عن العروبة كعرق أيضا وتكلم عن الإسلام كديانة التي تعمل الدولة دوما لترقيط وتطوير كل واحدة منها يعني المكونات الأساسية لترقيط صح لما نروح المادة الرابعة نجدهم يتحدث عن الأمازيغية عن ما سموها هنا التمازيغ هناك تكلم عن الأمازيغية كعرق وهناك يتكلم عن تمازيغ كلغة لما نروح للمادة المادة الرابعة تمازيغ هي كذلك لغة وطنية تعمل الدولة لترقيطها وتطويرها بكل تنعاتي الليسانية المهم تكلمنا عنها كثير لكن لما نروح المادة الثلاثية اللغة العربية هي اللغة الوطنية تظل العربية اللغة الرسمية يحدث يكلف المجعل الخص بالعمل على ازدهار اللغة العربية وتعميم استعمالها هنا تكلم عن ازدهار اللغة العربية لما يتكلم عن ترقيتها ما تكلم على ترقيتها إذن لماذا في الديباجة تريد ترقية الإسلام ورح نرجع لهذا الموضوع وترقية اللغة العربية وترقية الأمازيغية هنا ما تقول المفروض هذه الجملة ما تحكيها أصلا هذه الجملة لا تقال هذه الجملة لا تقال أصلا أنه والتي تعمل الدولة لترقية وتطوير كل واحدة منها إذن خلينا ترقية الأمازيغية وتطويرها حتى تصبح لغة أنت تسترت لغة تسترتها كلغة وطنية وتعمل على ترقيتها باش تصبح في مستوى أنها تكون لغة أوكي خلينا نفوتها اللغة العربية حابت أيضا ترقيها وتطورها والتي تقول إزدهارها أوكي لكن الإسلام كيف ترقيه وتطوره المادة نرجع النقطة ثانية المادة الثنين تقول الإسلام دين الدولة ما معنى ترقية الإسلام ربي سبحانه يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمة وربيت لكم الإسلام تام وكامل هذا على مستوى على مستوى واضح عقائدي واضح ومن يشكل في عدم كمال الإسلام تعرفوا ماذا قال فيه أهل الأهل هذا المشكل إذن أنت تقول لي ترقية الإسلام كيف سترقيه هل سترقيه من أن إسلام دين الدولة حتى يصبح مثلا مصدر التشريع مستقبلا وتتغير هذه المادة هل ترقيه تغير في أحكام لماذا لا تكون هناك مادة مثلا تشجع الإجتهاد هنا ما تقول ترقية الإسلام هنا تتحدث من المفروض عن آفاق الإجتهاد والمجتهدين وتشجيع العلم وتشجيع العلماء على أن يتعاملون مع النوازل التي تحل بالجزائر وتحل بالأمة في إطار الفقه الإسلامي اللي نعرف أن الله يبعث على رأسي كل مئة سنة من يجد للأمة أمر ديني والتجديد هنا ليس التجديد في العقائد ولا التجديد في الشرائع بل أنه التجديد في الأحكام الفقهية أو المنوازل الأخرى تظهر غير مسبوك يأتي أهل العلم وينطلقون من خلال مصادر التشريع ويصلوا حتى إلى استعمال القياس من أجل إصدار أحكام تتماشى مع هذه الأشياء الجديدة التي استجدت في الحياة البشرية بما لا يتعارض مع الشرع الإسلامي وهذا يدخل في إطار الإجتهاد إذن الإسلام ما تقول لترقيته من المفروض الإسلام راقي أصلا الإسلام راقي ما يحتاج ترقية قول مثلاً تطوير العمل بأحكام الإسلامية أو تطوير الإجتهاد في إطار أرض ما يخدم الإسلام كدين الدولة من هذا المنطلق أما ترقية الإسلام هذه الكلمة لا يقولها لأنه دائماً قلكم أنه هذا دستور علماني متطرف مش حتى علماني فقط كمنهج سياسي في إدارة حكم البلاد حتى التعامل مع قضايا الهوية وقضايا الدين يتعامل بعلمانية متطرفة وهذا اللي يخله ينظر إلى الإسلام على أنه أيضاً دين يحتاج إلى ترقية مثل تمازيغته حتى العربية حطوها في الترقية وخرجوها من دائرة الإزدهار إذن إخواني هذه المادة سبعة وثمانين إن فيها إشكالية معينة تحتاج ربما إلى قوانين جديدة تحتاج إلى أشياء أشياء مكملة أو على الأقل تكون هناك مادة مادة توضح كيف يكون هذا الرئيس يثبت أنه مسب المادة ربعة وتسعين شوف المادة ربعة وتسعين الفقرة الأولى تقول إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن تجتمع المحكمة الدستورية بقوة القانون وبدون أجل أروح لي أنت الآن وفهم لي كلمة بدون أجل ربما كانوا يقصدوا بدون تأجيل يعني تجتمع فورا إصابة الرئيس بدون أجل كيف يعني يعني كي تخذها هكذا بمفهومة يعني ما عندهم حتى حاجة تجمعهم الوقت اللي يحب تقدر تفسر هذا أنها واضح بأن هذه الجملة ترجمت من الفرنسية ترجمت ربما بجوجل ترجمت من الفرنسية لأن الدستور أعدى في البداية باللغة الفرنسية وبعد ذلك ترجموه إلى العربية ولم يترجم حتى إلى التمازل بدون أجل ماذا تعني هذه المادة تخط غمور كبير في هذه القضية التي عانى منها الجزائريون بسبب إصابة مرض بوتفريق أو بسبب الجلطة الدماغية التي أصابت بوتفريق في 2005 وبقى يعاني منها حتى إلى أنثار الجزائريون في 2009 14 سنة هو بالجلطة الدماغية ولا حد ولا كين فراغ دستوري لو لم يتحرك الشارع الجزائري وتدخل المؤسسة العسكرية لبقي هذا الفراغ الدستوري هذه المادة لا يمكن أن تطبق على الجزائريين هذه كانت في الأحكام المادة ميوثين في الدستور السابق والآن في هذا الدستور هي 94 المشكلة واضحة ماذا بدون أجل أرواح في السرهان نايا العربة واش معنها بدون أجل لن أحكي لكم كيف كتبت في فرنسية نخليها لكم رغم أن هذه ترجمت من النسخة الفرنسية التي كتبها بها الدستور مما يعني أن اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية المستعملة عملية الدستور يقول اللغة الرسمية هي العربية والتمازيغ ولكن هذا الدستور كتب أولا باللغة الفرنسية وبعد ذلك ترجم وقدم الجزائريين وهذه المادة تفضح تفضح هذا الدستور أوكي المادة 94 أيضا في المادة 94 أيضا في الفقرة الخامسة تقول بأنه يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة ونحن شعر فيه بأنه رئيس مجلس الأمة دائما من الثلث الرئاسي اللي عينه الرئيس معناها مش منتخب لماذا في بلد يدعي اسمه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأنه هذه تسمية الدولة وأن الدولة ديمقراطية من المفروض رئيس البرلمان هو اللي يخلف الرئيس هذه كعلامات تبين ديمقراطية لأنه رئيس البرلمان هو المنتخب مش رئيس مجلس الأمة وهذه أيضا نقطة سيئة جدا في هذا الدستور كما أيضا لا توجد في هذه المادة أصلا إشارة إلى طبيعيها طبية دستورية هي التي تكشف على الرئيس وتمنح له شهادة طبية أنه يستطيع مزاولة مهامه أو أنه لا يستطيع أو أنه عاجز على مزاولة مهام ما كانش هاي كيف يعلن الرئيس بحقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة وبعد أن تتثبت الوسائل الملائمة يعني راي تخضع الأمزج ها تخضع المزاج كما يحبش يرفض خلاص ما يقدرش يطبقوا عليه إذا كان الموحيط نتاعه راح يرفض تطبيق المادة 102 اللي هي 94 في الدستور هذا وكانت قبل 102 معناها أنه ما يقدروش يدير له وانو خلاص المهم بعد المادة 94 الروح المادة 96 المادة 96 في الفقرة الثالثة شوفوا 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 ما تقول الفقرة الثالث لا يمكن في الفطرتين المنصوص عليهم في المادتين 98 و99 أعلى هي المادة 96 وتتحدث وكانت المادة 104 سابقا تتحدث وكانت المادة 104 سابقا لأنها كانت 104 سابقا لما قالت يكون هي 104 تتحدث عن المادتين 98 و99 أعلى لكن لما تبدل تولد المادة 96 من المفروض تقول هي تتحدث عن المادة 98 وتسعة وتسعين تقول أدنى يعني هذا هذا بروفيساف القانون الدستوري وهذه لجنة وبعد ذلك نوقش في البرلمان ما ينتبه إلى هذه الأخطاء الجسيمة الشكلية التي تضحك على الجزائر الشعوب والأمم كل خبراء أي واحد قانوني يدرس في معهد الحقوق سنة أولى يفقل بل أن واحد يقرأ في الليسي ولا مستوى بسيط رح يضحك على الجزائر أن دستورها ترتكب لذلك قلت لكم بأن هذا الدستور أعدى على عجل رهي نسخة قديمة تم فقط أدخل عليها بعض الرتوشات فوقعوا في هذه الأخطاء التي تفضح هذه اللجنة من المفروض الرئيس يوقف هذا الدستور ويحيل هذه اللجنة خاصة إذا كانت لقات أجرها وتخلص وكذا كذا يحيلها إلى الحساب ويمنع منع بات أن هؤلاء الأشخاص يوما ما يشاركوا في الأمر يتعلق بالجزائر أمر آخر إحالة أيضا في الكارثة الأخرى تطبيق المادة عليهم في الفقرتين تسعة وعشر من المادة خمس وتسعين والمواد فيها أربع فقرات خمس فقرات المادة خمس وتسعين فيها خمس فقرات فقرة 95 المادة 95 راهي فيها خمس فقرات تبارك لكنها كانت قبل 103 كانت قبل 103 وصارت 95 95 ما فيهاش فقرة 19 حالة إلى فقرات غير موجودة في هذه المادة عجيب الروح للمادة 110 الروح للمادة 110 هذه مادة جديدة كلها المادة 10 الفقرة 3 يقولك في كل الحالات هي تكون من ثلاث فقرات في كل حالات يعرض رئيس الحكومة برنامج الحكومة على مجلس الوزراء ثم يقدمه للبرلمان حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 10 الفقرات 1 و3 و4 هل فالمادة 110 أصلا فيها ثلاث فقرات والمادتين 111 خلاص نقوله في المادتين 110 الفقرات 1 و3 و4 والمادتين 111 و112 خلط كبير حبت في الأسلوب خلط كبير إذا كان يقصد الفقرة الأولى والثالثة من المادة 110 يقول يقول حسب الشروط المنصوص عليها في المادة المادة 110 من خلال الفقرات الأولى أو في الفقرات الأولى والثالثة مثلا من المادة 10 والرابعة من المادتين 111 و111 مثلا هكذا 111 فيها الفقرة الرابعة 112 فيها أيضا الفقرة الرابعة هذا أسلوب ركيك جدا أسلوب ركيك جدا من المفروض يقدمه حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرات مثلا واحد وثلاثة أو واحد وثلاثة لا حتى ثلاثة ما يديرهاش لأن هذه الفقرة الثالثة يقول مثلا فقرة واحد من ميوعة المادة ميوعة عشرة والفقرات ثالثة والفقرتين ثالثة والربعة من المادتين 111 و 111 الشروط المنصوص عليها في المادة 110 الفقرات واحد ثلاثة وأربعة والمادتين 111 و 112 وفي نفس المادة 110 ما فيها ثلاث فقرات فقط وهو يتحدث عن الفقرة الرابعة المهم هذه كارثة جديدة أخرى مصيبة تدل على أنه دائما نقول هذه الإشكالية أنها ترجمة ترجمة حتى ترجمة خاطئة لأنك ترجم لك تريد دستور كتبته باللغة الفرنسية وتحولوا حرفيا إلى اللغة العربية يجب أنه يراجع لأنه ما تكتبش باللغة العربية كتبها باللغة الفرنسية المادة 103 مثلا نرجع للمادة 103 وهي جديدة المادة 103 يقول لك يقود الحكومة وزير أول في حال أصفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية يقود الحكومة رئيس حكومة في حال أصفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية بررامان تكون الحكومة من وزير أول أو رئيس الحكومة حسب الحالة ومن وزراء هذه المادة الجديدة أخذت من النظام الدستوري في فرنس اللي كانت عندهم أغلبية رئاسية وأغلبية بررامانية وتحدثنا في هذا الأمر قلنا كانت الفطر الرئيسي سبع سنين والفطر التشريعية خمس سنين الرئيس دائما عنده حزب هذه لا تستطيع أن تنطبق على الجزائر بل أن هذه ستخلط الأمور ستخلط الأمور جدا متى تكون أغلبية رئاسية تتبون ترشح الانتخابات يترشح دائما حر ما عنده حتى حزب كيف نعرفوا باللي يروا عنده أغلبية رئاسية يعني يفوط عليه الشعب 98% يدي أغلبية عنده الحق يعين وزير أول ما يعني ولا في الفطرة هذه اللي ينتخبوه هو ره يعين وزير أول وبعد ذلك لما يديروا البرلمان تطلع فيه برلمان أيضا ينحي الوزير الأول ورئيس حكومة ما الذي ستفيد نظام الحكم في الجزائر هذه المد وصدقوني مصخرة رح تعطل المصالح رح تعمل خلط كبير يير في تسيير الحسن المؤسسة نحن حابين نديروا دستور يكون سهل ما يخلقش أزمات هذا دستور يخلق كوارث ليس فقط كوارث بين الجزائريين وعثار نزعة الكراهية وصراعات كبيرة على المستوى الهوية وعلى مستوى ثقافة وعلى مستوى التاريخ بل أنه الكارثة الكبرى أنه رح يعطل عمل المؤسسات هذه الحكومة هي أهم شيء بعد الرئاسة هي التي ستمارس عملها في إطار ما يخدم المواطنين ويخدم البلاد تجد نفسها في خلوطة وقتها يكون وزير أول وقتها هي طلعت أغلبية برلمانية والرئيس فوطة وعليه 98% الرئيس يقولنا أنا لعاية الوزير الأول والأغلبية البرلمانية في بلد ديمقراطي قد تطلع أغلبية برلمانية ما تتمهاش مع الرئيس واش رح يدير رح تقعد الوضع الجزائري معلق لا حكومة تمشي لبرلمان يؤدي مهامه انسداد كبير بعدما وجدنا الفراغ الدستوري نجد أنفسنا أمام انسداد كبير لكن هنا محتاجين من المفروض مادة أو بن يوضح هذا الأمر متى تكون وإن كانت هذه المادة لا معنى لها يا أخو يسمي رئيس حكومة وسميه وزير أول انتهى الموضوع وعليش عمل لي عمل هذه السيناريو كل فقط تقول راني كيما فرنسا المهم هذه كارثة جديدة من الكوارث التي دارها العرابة ورح يخرب بها الوضع في الجزائري المهم الروح الروح الآن للمادة 186 المادة 186 يا أحبابي الكرام تقول المحكمة الدستورية تتكون من 12 عضوا أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة عضو واحد تنتخبه المحكمة العليا بين أعضائها وعضو واحد ينتخبه مجلس الدولة بين أعضاه ستة أعضاء ينتخبون بالاقتراع العام من أساتذة القانون الدستوري يعني رئيس المحكمة يعين من طرف رئيس الجمهورية كيف هذه المحكمة الدستورية تكون مستقلة وتكون تراقب العمل الدستوري تطبيق الأحكام الدستوري في البلاد إذا كان رئيس ها رح يعين الرئيس يعني غدوة هذا المحكمة الدستورية تتخذ إجراء معين أو تتجه نحو إجراء معين قد يضرب الرئيس أو لا يقبله الرئيس ولا المحيط يقيل رئيس المحكمة الدستورية ينحيه ينحيه وجيب واحدة أخر إذن لا يمكن أبدا تكون محكمة الدستورية أن رئيسها يعين من طرف الجمهورية مع ليش أربعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية وعضو كذا كذا ورئيس المحكمة ينتخب من طرف أعضاء اللجم يجي منها من الأعضاء المنتخبين الستة الأخرين يجي ولا إذا كانت تساو تساووا اثنين يعملوا بعد ذلك مادة أخرى وإن كانوا من الأفضل لأنه هذا رح يعطر كانوا من الأفضل اللي يعملوا فيها 13 عوض 13 عوض حاجة حاجة هكذا فردية يبقى دائما واحد عنده اللغة لأنه يقدر يفصل في قضية مثلا أنه هذه اللجنة تكمل من 12 الرابع انتع الرئيس واحد اللي ينتخبه من الحكمة العليا بعده عضو ينتخبه مجلس الدولة هذا من 6 وستة أعضاء ينتخبون من الاقتراع العام ترشح واحد منه وترشح واحد منه مثلا وصلوا 6 وعليهم خمسة خمسة ما هو الحل إذن بس يهرب لك من هذا المأزق قالك عين رئيس الجمهورية عين رئيس الجمهورية هذا رح يحد من صلاحيته واستقلاليته بصفة يعني واضحة وبينة الروح للمادة مادة أخرى الروح للمادة ميتين المادة ميتين ماذا تقول؟ السلطة الوطنية المستقلة لانتخابات مؤسسة مستقلة شوف هذه مادة جديدة بعد ذلك تروح المادة مباشرة بعدها يعين رئيس الجمهورية رئيس السلطة الوطنية المستقلة لانتخابات وأعضائها لعهدة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد من غير المنتمين إلى أحزاب سياسي نعم كيف رح تكون استقلاليا والرئيس الجمهورية يعين يعين رئيسها ويعين أعضائها ويعين من الأحزاب السياسي كيف رح تكون مستقلة لماذا لا تكون هذه اللجنة أو رأى السلطة الوطنية المستقلة الانتخابات تكون تنتخب من أعضاء المجلس الوطني الشعبي ومن أعضاء المجلس الولائي ومن أعضاء المجالس البلدية يعملوا لها تنظيم معين ينتخب وهم الذين ينتخبون الرئيس هم اللي ينتخبوا الرئيس الأعضاء هم اللي ينتخبوا الرئيس خلاص هذا سيدي عين تنت رئيس الجمهورية الأعضاء خليهم هم ينتخبوا الرئيس أين الاستقلالية ضمان الانتخابات كيف كيفش الرئيس يعين غدوة ترشح هو الانتخابات والرئيس هذا هو اللي عينه كيف شرح تضمن استقلاليه اكيد رح يكون موالي للرئيس اللي عينه هنا يعني راه مصخرة مصخرة بمعنى الكلمة مصخرة بمعنى الكلمة وشوفوا هنا وحد المادة اخرى نتكلموا عليها باش ما ننسوهاش المادة 181 شوفوا ماذا تقول مادة 181 المادة 181 تقول المجلس الاعلى للقضاء هو اللي عين القضاء يقرر المجلس الاعلى للقضاء تبقى الشروط لحد القوية تعيين القضاء ونقلهم ومسارهم الوظيفة اوكي لكن لو نرجع للمادة 92 لو نرجع للمادة 92 يعين رئيس الجمهورية لا سيما في الوظائف المهام الاتيوه والوظائف المهام النصص عليها في الدستور وظائف المدنية العسكرية التعيينات الرئيس الأول رئيس المجلس الدولة الامين العام للحكومة محافظ بنك الجزائر القضاء شوف الطعب المادة 92 تقول بأن الرئيس هو اللي يعين القضاء والمادة 181 تقول مجلس الأعلى للقضاء هو اللي يعين غموض وخبط كبير يعني أنا كنت شفت هذه الأخطاء من قبل في المسودة اللي أنزلوها ولكن أنا أعتقدت بأنه بعد ذلك بعد المناقش شاتوه إذا كان هذه الدستور اللي كتبتوه ما راجعتوه وما صححتوش كيفاش خليتونا بالمعلومات اللي كانت تجيكم من طرف المواطنين أو من طرف المؤنخب ومن طرف الأحزاب السياسية باش تديرو يعني واضح بأنها مهزلة حقيقية شكل مضحك وسخيف حتى لما تشوف بعض الصحف كيفاش دولية وبعض التعليقات دولية على هذا الدستور والله مصخرة حقيقية هذه السبب الوحيد أنه أنه أحمد العرابة احتال على الرئيس إذا كان الرئيس لا يعلم بأن هذا الدستور قدم لبيوتفريقة وإذا كان قدم يعلم فأو يتسرع فقط باش يمرر هذا الدستور بأي طريقة إن كانت ليس رغبة منه بأن يكون دير دستور يقبله الجزائريون بل فقط وعدي دير دستور دير دستور ويفوته وخلاص خلاص المهم يقول راني حققت الإنجزات اللي وعدت بها مش هكذا تمشي الأمور دستور يحتاج حتى سنتين أو ثلاث سنوات وإن تتحضر له وتعده وبعد ذلك بعد ذلك توجهه توجهه بطريقة سليمة ومحتوى سليم يليق بدولة مثل الجزائر هذا ما أردت أن أحدثكم عن هالمضحك حقيقة هذا مضحك ومبكي في آن الواعد عن هذا الدستور الذي هو دستور أحمد العرابة الذي كان دستور المنفروض يكون بطريقة في العهد الخامسة ولكن عندما عينا قدمه إلى تبون إن كان تبون يعلم فتلك مصيبة وإن كان لا يعلم فالمصيبة أخطر أخطر وأكبر وأقبل شكرا لكم أحبة الكرام على حسن المتابعة والذي نرجوه الترويج ونشر هذه المقاطع حسب المتاح لديكم بارك الله فيكم جميعا ألقاكم على خير وفي خير في وإلى ذلك من حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله